شهد قطع العقارات في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من عام 2023 أداء إيجابيا من حيث مبيعات الوحدات السكنية والإيجارات والمساحات المكتبية وفقا لتقرير السوق العقارية الصادر عن شركة الاستشارات العقارية سافلز هذا وأكد التقرير الدولي أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح في مختلف القطاعات الاقتصادية وباتت مركزا رئيسا للاستثمار الأجنبي لا شك أن القطاع العقاري في أي بلد هو العصب الرئيسي في الاقتصادات وأن الاهتمام وتنظيم القطاع يساهم بشكل رئيسي بازدهاره ومساهمته بزيادة الناتج المحلي الإجمالي كما أن التنوع في مشاريع التطوير العقارية الحالية يؤكد هذا النمو ويرسقه حيث يشهد القطاع العقاري في مملكة البحرين نموا وتطورا مستمرا بفضل الرعاية والدعم لا محدود الذي يلقاه القطاع من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وهو ما يمثل حافزا لتقديم المزيد من المبادرات الجديدة والسعي نحو الابتكار واتباع أفضل الممارسات لتطوير القطاع والوصول به إلى مستويات تلبي طموحات الوطن والمواطنين بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين وفي تقرير شركة الاستشارات العقارية سابلز الذي نشرته منصة المصدر العقاري تمت الإشارة إلى أن مملكة البحرين أثبتت نفسها كمركز مهم للخدمات المالية ومركز للبيانات في المنطقة وعلى هذا النحو فإنها تظل مركزا رئيسيا للاستثمار الأجنبي هذا وقد نجح مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في جذب أكثر من أربعة ملايين دينار بحريني من الاستثمارات المباشرة خلال النصف الأول من 2023 كما استفاد قطاع العقارات السكنية والتجارية في البحرين من مجموعة من الإجراءات الإيجابية بما في ذلك خطة التعافي الاقتصادي وأسدار الرخصة الذهبية وخطة الوظائف الوطنية